التصنيف جديد للنمسا يجعلها بجانب دولة عربية جنة للحياة لكن سكانها ليسوا ودودين أبدا هذا شيء آخر هذا تصنيف آخر استاذ ممدوح هذا تصنيف آخر يعني مع الأسف الشديد أن النمسا موجودة بهذا التصنيف بهذا المكان بهاي النقطة يعني شيء مؤسف أنه فعلا هذا واقع طبعا هذا الموضوع استاذ ممدوح أحد الأصدقاء يعني قال لي شغلة لفت نظري إلى إله لما كنا عم نتناقش بموضوع كرة القدم أنه إذا النمسا فعلا حققت قال لي أنا عجبني وجهة نظره قال لي أحمد إذا النمسا انتصرت معنا انتصرت يعني بحققت بكرة القدم هذا الشيء رح يعمل نوع من السلم الأهلي ورح يخلي الناس تلتهي بشيء آخر بعيدا عن قضية التضخم واللاجئين وهالأمور فقلت له والله هي ممكن يعني أنا صحيح ما كتير ومثقت بوجهة هالنظر هاي ولكن قلت أنا فعلا أنه ممكن يكون هذا الشيء أنه يساهم بأنه يكون في نوع من الاستقرار يعني ولكن أنه النمسا هي موجودة يعني أعتقد بعد دولة الكويت بحالة يعني بحالة عدم تقبل الآخر مع الأسف هذا شيء واقع ونحن قمنا يعني بالأمس على النمسا ميديا بإجراء استطلاع قلنا حسب آخر التقارير تم تصنيف قدمنا النمسا على أنها الدولة الأقل ودا للمهاجرين في العالم هل تتفق مع هذا الطرح 70% اتفقوا مع هذا الطرح و23% لم يتفقوا مع هذا الطرح و7% قالوا نحن نعتذر عن الإيجابة طبعا الاستطلاع صراحة مثير للجدد يعني مثير مهم جدا شارك فيه 536 شخص بأقل من 24 ساعة صراحة وهذا يعني دليل على أنه فعلا النمسا مع الأسف الشديد أستاذ ممدوح غير ودودة السياسة النمساوية تسبب النكد يعني أنا بصراحة بصراحة العديد من التعليقات بتورد على النمسا ميديا بقولوا لنا يا أخي أخباركم مملة أخباركم بتجيب العلة أخباركم بتجيب النكد طب هذا واقع أنا ما في نمشي وفعلا بيرد عليهم خبر يعني نرد على المتعليق طب لما تلاقوا خبر جميل بحسب ما تصفوا بمعاييركم ونحن ما بقوم بنشروا اعتبوا علينا بس هذا الشيء واقع يعني فعلا السياسة النمساوية أستاذ ممدوح وطريقة الهجوم على اللاجئين وقضايا لمش شمل وكتير أمور بس أنت مش بتعتبر الحاجات دي مسببة برضو نعم يعني الاحتقان اللي في الشارع ده مش مسبب مش مسبب يعني ده بيعتبر عدم الود بين الناس مش ده مسبب يعني مثلا موقف لو أسباب أه لو أسبابه يعني موقف مثلا زي موقف مباراة كرة القدم اللي المفروض تتسم بالروح الرياضية اللي كسب نقوله مبروك واللي خسر نقوله هارد لك ولكن تنقلب إلى حرب شوارع نعم هل أنت مش مش شايف أن المفروضة ممكن يعمل أحتقان جوة الناس يعني زي بيقولك أنت طب أنت هنا أنا مستقبلك هنا وانت بتعملي بالبلغ في الشارع أكيد أكيد يعني بشكل عام أي فوضى تساهم بالاستياء العام أكيد إلى دور بشكل الاستياء ولكن استاذ الممدوح هذا ليس كل القضية القضية اليوم لا والأزمة الاقتصادية والضغط الناس أن المسؤول المسؤول عن الاندماج ما بين فئات المجتمع لن أقول لاجئين وغير لاجئين ومواطنين يعني اليوم في النمسا يعني تجمع وفي فينها تحديدا تجمع يعني مئات الجنسيات المختلفة ليست القضية اليوم الاندماج ما بين العربي والنمساوي ما بين التركي والنمساوي ما بين العربي والتركي ما بين الأفغاني والكذا بين أي حد مغتربي صراحة هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة يعني فعلا إذا بتقول لي أحمد شو الحل ما ب municipal الحل أنا فعلا أنا بالنسبة لي هذا الموضوع من المفترض على أساس النمساويون أن يقوموا بدراسة هذه الظاهرة لماذا هكذا ليش هيك ساير شو الشيء الذي يسبب الكآبة مع أن فيينا أفضل مدينة للعيش في العالم والنمسا سالس أأمن دولة للعيش في العالم وفيينا طب الأخص يعني فبالتالي وفيينا هو المرتبة الأولى بصراحة أستاذ زمدوه أنا أعتقد أن على أساس النمساويون فعلا دراسة هذه الظاهرة دراسة أسبابها دراسة الحلول الممكنة والعمل عليها لماذا هذا تصنيف مهين هذا تصنيف مهين لهذا الشعب الدولة التي تقع في وسط أوروبا في أفضل موقع جغرافي يعني بالنسبة لأوروبا تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب بصراحة يعني فأعتقد أن موضوع يحتاج هذا المرتبة التالت على مستوى السلام العالمي ولكن لا يوجد هناك سلام داخلي للأسف موضوع يحتاج إلى دراسة موضوع أستاذ زمدوه